السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدنا نزرع أقلام ورد الجوري تبدأ عملية تكاثر ورد الجوري من خلال الأقلام من بداية الشهر الأول لنهاية الشهر الثالث بداية الربيع مجرد ما قلمنا وردة الجوري بداية الشهر الواحد نقدر ناخذ الأقصان ونشيل عنها كل الأوراق ونقص الأقصان أو الأغلام طول القلم من 10 إلى 15 سنطي تقريبا بعد ما نكون شن عنه كل الأوراق تماما بعدين نجيب تربة حمراء ونخلطها مع شوية سماد عضوي سماد العضوي يعني مخلفات الأبقار أو الماعز وبإمكاننا نزرع بقلب كيس أو بقلب سطل بدنا نزرع أكثر من 10 أقلام بكيس واحد مو مهم إذا كثرنا أو قللنا أهم الشي بعد مرور 4 أسابيع أو 5 أسابيع بس القلم بلش يفتح أوراق ويتشعب منه جذور نقدر ننقل الأقلام كل قلم على سطل لحال وبعد ما نزرع الأقلام نسقي التربة بشكل مباشر حتى نستخرج الهواء من الداخل ونحط الكيس بمكان ظل أو مكان مشمس أهم شي بهاية الفترة فترة الأربعة أسابيع أو خمس أسابيع تقريبا لازم نسقي التربة قبل ما تنشف يعني نخلي التربة على طول الرطبة حتى الأقلام يفتح أوراق وتتشعب منه جذور وملاحظة مهمة بناس كثير يزرعون أقلام ورد الجوري وبعد فترة القلم يعفن وما يتشعب منه جذور ولا يفتح أوراق السبب أنه أنت مجرد ما زرعت الأقلام لازم ما تكثر من السقاية لأن القلم لما يكون بيه جذور أكيد ما رح يمتص للمياه بشكل كبير يعني كثير المياه رح تخلي القلم يعفن بالبداية مثل ما ذكرت لازم فقط تخلي التربة رطبة لا تكثر من السقاية ولا تقلل من السقاية هاي هي طريقة زراعة أقلام ورد الجوري بكل اختصار أتمنى منكم اشتراك في القناة كنوع من الدعم كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته